أسأل الله لكم التوفيق والسدادة ورشاد شبابنا وبناتنا طلاب السنوية العامة عايزين بقى نزود اجتهادنا شوية نزود تدريباتنا شوية أجازة نصف السنة الرابط المامة الماضي الرابط يلا مع بعضينا بإذن الله نكمل التدريبات اللغوية نكمل الوحدات اللي بدأناها من الوحدة الأولى مع بعضينا إن شاء الله وحدة المنصوبات ولما تكلم عن وحدة المنصوبات يعني كل كلمة هنتكلم فيها منصوبة طب لو حاجة مش منصوبة هتبقى غالبا مبنية في محل نصب أو تخرج إلى الجر بالإضافة في بعض الدروس المعينة لكن الأصل في هذه الوحدة الأصل فيها النصب يا ترى دروس المنصوبات ايه؟ أولاً عندنا دروس المفعولات المفعول به المفعول لأجليه المفعول المطلق المفعول معه المفعول فيه كل دي أسماء مفعولات عندنا النائب عن المفعول المطلق وهو أهم دروس هذه الوحدة عندنا المنادة برضو من دروس المهمة جداً في الوحدة دي الحال ونقارن بينه وبين النعت والتمييز والاستثناء هنمر على الدروس دي كلها إن شاء الله نبدأ مستعينين بالله مع أول درس من الدروس اللي مع بعضين مع أول درس من دروس الوحدة الأولى ودرس المفعولات والمفعول به نقول بسم الله ونبدأ الأول المفعول به ودايماً لما بنيجي نشرح المفعول به لازم أساسي نشرح جزئية مهمة جداً وهي أقسام الفعل يا شباب بص يا أستاذ بص يا نسا أنا عندي الفعل في اللغة العربية له قسمان الفعل الأولاني فعل لازم والفعل التاني فعل متعد الفعل الأولاني فعل لازم والفعل الثاني والفعل المتعدي يترى الفرمة بين اللازم والفعل المتعدي مع بعض ونقول اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل ولا يحتاج الى مفعول اقول لحضرتك انقطع الثوب لما نيجي نقارب كلمة الثوب فاعل مرفوع علامة رفيه الضمة انكسر الكوب برضو نفس الكلام الكوب تبقى فاعل مرفوع علامة رفيه الضمة مات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبقى الحبيب فاعل مرفوع وعلامة رفيه الضمة وبمناسبة الكلمة دي والفعل ده استاذ انتوية في نقطة مهمة جدا بقى بمناسبة الفعل مات عشان جيه بقى اكثر من صورة في الامتحانان الفعل مات من الافعال اللازمة اللي يعني بيجي بعدها فاعل فقط انما الفعل توفية ركز الله يبريك له عشان دي جات اعتقد امتحان 2015 واستشهدة جات قبلها بكم سنة الافعال دي كلها ركز بقى دي مبنية للمجهول لو انت جبت الميت نفسه بعد هذه الافعال يبقى افعال مبنية للمجهول وما بعدها يعرب نائف فاعل زي ما اقول مثلا توفية الرجل يبقى الرجل هنا نائف فاعل استشهد الجنديه يبقى الجنديه هنا نائف فاعل يبقى الافعال دي مبنية للمجهول مبنية للمجهول حلو اوي يبقى اللي بعدها يتعرف ايه نائف فاعل الفعل ماتة الفعل ماتة ده فعل المبني للمعلوم واللي بيجي بعد منه فاعل هنرجع للصبورة مرة تانية ونقارن ما بين الفعل اللازم والمتعدي تعاله انا قلت اللازم ده يكتفي بالفاعل فقط ولا يحتاج الى مفعول قال المتعدي عكسه تماما ده لا يكتفي بالفاعل بل يتعدى الى مفعول طيب تعال بقى نشوف يعني ايه يا استاذ يعني لما اجا اقول كده قال تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات وطبعا انا بقصد احط الامثلة اللي فاته دي متاخرة عشان لو جالي زياه في الامتحانات واذ ابتلى ابتلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر ابراهيم مفعول به منصوب علامة نصبي الفتحة ربه كلمة الرب فاعل مرفوه علامة رفقه الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جرم ضفق له اذا الفعل ابتلى يعني اختبر احتاج الى مفعول به برضو مثال كمان قول الله تعالى سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء اللي ما يعرفش نحو ويعرف معنى الفعل يخشى يقولك يخاف فبيجي عند الآية دي وهو يخاف يراها ما هو مش عارف ان نحو يعينه عشان كده بنقول ان نحو يضبط اللسان العربي ان نحو يضبط قراءة القرآن الكريم يبقى انما يخشى الله ها من عباده العلماء اين الفاعل من الذي يخاف العلماء يخافون يبقى العلماء فاعل مرفوع علامة رفعية ضمة ولفظ الجلالة واسم الجلالة اهو اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى مفعول به منصوب علامة نصبي الفتحة اصل الجملة انما يخشى العلماء الله سبحانه وتعالى يبقى هنا يا جماعة بيسموا الفعل يخشى فعل متعدي ليه لانه لم يكتفي بالفاعل بل احتاج الى مفعول الفعل ابتالى طبعا الافعال المتعدية في اللغة العربية افعال لا حصر لها ما اقدرش احصرها لحضرتك تعالى لي طيب يا استاذ نتكلم مع بعض بقى عن الفعل المتعدي ونقول ما هي اقسامه المتعدي يا ترى الاقسام بتاعت المتعدي كم قسم يا استاذ اقسام المتعدي عدة اقسام اقسام المتعدي عدة اقسام تعالى مع بعض كده واحد المتعدي لمفعول واحد المتعدي لمفعول واحد زي الامثلة اللي قلناها من شوية ونقول مثال من عندنا بقى لما اقول كده شرح الاستاذ الدرسة لما اجا اقول كده شرح الاستاذ في علماض مبني على الفتح شرح في علماض مبني على الفتح الاستاذ فاعل من اللي شرح الاستاذ فاعل مرفوع علامة رافعه الضمز ظاهرة على اخرين الدرسة مفعول بيه منصوب علامة مصبي الفتح يبقى انا كده قلت الفعل المتعدي لمفعول واحد ايه كمان يا استاذنا قالي لا عندي نقطة كمان عندي فعل كمان المتعدي لمفعولين اه المتعدي لمفعولين وهنا جينا له بقى للمتعدي لمفعولين وبدأنا نقسمه لقسمين القسم الاولاني مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر مفعولين اصلهما المبتدأ والخبر يعني ايه يا استاذ يعني بص حضرتك كده لو انا قلت مثلا النحو جميلا المثلا ايه الامر صعبا تمام لو انا جيت على دي كجملة هقول النحو جميل الامر صعب اه صح دي جملة اسمية انا لسه ما حطتش جملة طبعا انا كاتبها بالنصب عشان هنحط لها فعل وفعل دلوقتي يبقى دي تعتبر جملة ايه تعتبر جملة اسمية تتكون من مبتدأ لها كلمة النحو ومن خبر لها كلمة جميل تتكون من كلمة الامر وكلمة صعب مبتدأ وخبر حلو اوي عشان كده لما انا جاء حط لك بقى اكون الجملة واقول مثلا مثلا جعل الاستاذ النحو سهلا وما جاء اقول مثلا حسب الرجل الامر صعبا اه هنا بقى ايه هنا جعل الاستاذ النحو سهلا خلي بال حضرتك هنا لما حطيت جعله والاستاذ بقى جملة فعلية كاملة تعال نقريبها من اولا نقول جعل فعل الماض مبني على الفتح والاستاذ فاعل مرفعه علامة رفعية الضمة والنحو مفعول به اول منصوب علامة نصبه الفتحة وجميلا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة طب حيل لما جينا شننا الفعل والفاعل اهو هتاخد الاتنين دول تعتبرهم ايه جملة اسمية عشان كده قال اصلهم المبتدى والخبر حسب الرجل الامر صعبا حسب الرجل تعال نعرف حسب فعل الماض مبني على الفتح الرجل فعل مرفعه علامة رفعية الضمة الامر مفعول به اول منصوب علامة نصبه الفتحة صعبا مفعول به ثاني منصوبه علامة نصبه الفتحة الامر صعب تنفع جملة اسمية عشان كده بيقول لي اصلهم المبتدى والخبر طب اهم الافعال دي يا استاذ قال لي هنقسمهم لتلات حتة كده وتلات تأسيمات افعال تفيد الرجحان ودي ظن حاسبة زعمة خالة انا بتكلم على اللي عند حضرتك ده المقررة علي افعال تفيد اليقين افعال تفيد اليقين وطبعا في افعال من الافعال اللي بيعتبرها بتنصب مفعولين اصلهم المبتدى والخبر في افعال كده فعل جديد استخدام بيسموه كده استخدام عصري اعتبره وخبالك اعتبره بعض الناس بياخدوا اعتبره ده تبع ايه شلة الرجحان وخبالك رغم الان طبعا استعمال خاطئ انما للأسف شاع هذا الاستعمال اعتبرتك طيبا اعتبرتك محترما اعتبرت الامر صعبا وكذا يبا هنا اعتبر اشتغر على ألسنة الناس اللي بينصب مفعولين لكن هو طبعا اصلا الفعل اعتبر اي اخذ العبرتها ده الاصل يعني ده الاصل بتاعه انما هو للأسف اشتغر وانتشر على ألسنة الناس يبا هنا الافعال اللي تفيد الرجحان ظن حسب زعم خالة هرجع تاني للصبور اقول افعال تفيد اليقين اللي هو رأى علم وجد طبعا وجد فيه واحدة بمعنى الفة ماشي دراء ماشي هقول كده افعال تفيد اليقين افعال تفيد التحويل بحول من حاجة لحاجة اللي هو مثلا زي الجعل زي حول زي الصيّرة اه يبا دي افعال تفيد التحويل قال لي طيب هي ايه لازمت يا استاذ المسميات اللي حضرتك بتقولها دي ده معاني الافعال يا استاذ طب انا افرد قال لي في الامتحان استغرق فعلا يفيد اليقين فيه دي التحويل اه طب انا لازم اعرفها ايه تأسيمة الافعال طب ايه كمان قال لي فيه ما الحسطين قبل معدي الجزئية دي يعني ما اجا اقول له حضرتك اقول لشاب كده مثلا او طالب من الطلاب هقول له ظننتك مثلا غائبا ولد لقيته حاضر قدامي فقولت له كده ظننتك غائبا هنا بقى دايما شعارونا يا استاذ باللي عليك وعد تسيب الضمائر يا استاذ يا فاضل وعد تسيب الضمائر ظننتك ظننتك غائبا هقول ظن فعل ماض مبني على السكون استاذ 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 انت بتقول ايه ظننتك ظن لا 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 اسمع بس احنا بننتك الفعل مع الضمير ظنن سكونه لما تيجي تفكوهم هتقول ظنة فعلا مبنيونا على السكون في الموضع ده مش هتيجي تنتك تاني تقول ظنة انها مبني على الفاتح لا هم مبنيونا على السكون توكا التق ضمير الكاف ضمير طب التق ضمير مبني في محل رفع فاعل طب الكاف ضمير مبني في محل نص مفعول به اول طب غائبا مفعول به ثاني عشان كده بكرر وبقول لشبابنا وبقول لانسات بعد اذن حضرتك ايه وعد سيب ضمير ايه وعد سيب اي ضمير لالضمير المهم هي ابني الضمير كالاسماء لها محل من العرب يبقى عندنا هنا ظننتك التق ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل مبني في محل نص بقى مفعول به ايه كمان تعالى مع بعض كده نشوف بعد ظننتك غائبا نشوف رأة عشان رأة دي حلوة شوية تعالى نمسكها ونقول يا اختنا رأة هو انت بقى بعد اذنك يعني رأة دي حسب المعنى بتاعها نستخدمها قال لي الفعل رأة له معنيان الفعل رأة له معنيان اما رأة البصرية ودي اللي بالعامية بنقول عليها شفت او رأة القلبية اعتقدت فهمت حسيت اه يبا رأة البصرية الفرق نحويا يا استاذ رأة البصرية تنصبه مفعولا واحدا تنصبه مفعولا واحدا زي ايه رأيت الباب مفتوحا رأيت الشمس صاطعة الباب ده مفعول به ومفتوحا حال طب لو رأة القلبية هي دي بتاعتنا بقى اللي بتنصب مفعولين اصله ما المبتدى والخبر هقول رأيت الشاب مجتهدا انت لا ترى الاجتهاد رأيت الشاب مجتهدا ما بتشوفش الاجتهاد قال لي عشان كده رأى اللي هنا اسمها رأى ايه رأى القلبية هتنصب كم مفعول تنصب مفعولين احنا لازلنا لحد دلوقتي شغالين في الافعال اللي بتنصب مفعولين ها اصلهما المبتدى والخبر طب رقم بيه هنرجع للصبورة ونقول انه التاني والفرعي التاني قال لي افعال تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدى والخبر قال لي بقى الافعال دي يا استاذ كل ما يدل كل ما يدل على الملكية او سلب الملكية كل ما يدل على العطاء او السلب زي ايه استاذ زي اعطاء زي منحة زي كسة زي البسة زي سلبة زي منع كتير برضو ما تقدرش تحصرهم لانهم كتير اي فعل هيدل على الملكية او سلب الملكية هينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدى والخبر الحال المثال يا استاذ هقول لحضرتك منحة الرجل الشاب جائزة جائزة لما جامسك الشاب جائزة مستحيل مستحيل يبقى دي مبتدى وخبر هقول منحة فعل المضم مبني على الفتح الرجل فعل مرفوع علامة رفاية ضمة الشاب مفعول بيه اول منصوب علامة نصب الفتحة جائزة مفعول بيه ثاني منصوب علامة نصب الفتحة يبقى منحة او بتنصب مفعولين منحة الرجل الشاب جائزة بتنصب مفعولين والمفعولين ده ليه بقى ها اللي ليس اصلهما المبتدى والاي والخبر حلوه طيب الكتاب مثلا اجيب مثال جميله فلما قضى زيد منها وطر زوجنا كها انا عايزك بقى توقع كده معايا كده عشان حتة حلوة واثناء الفاصل اللي هناخده دلوقتي تقعد بقى تفصصة عشان انا همسكلك حتة حتة فلما قضى الله سبحانه تعالى يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج من امنا زينب بنت جحش التي كانت زوجا لزيد ابن حارثة طيب فلما قضى زيد منها وطر زوج ناكا ها انا عايز بقى تمسك كده كلمة كلمة وضمير ضمير وتقول للفعل ده ايه اجزاءه اثناء الفاصل اوعى تقوم من مكانك اوعى تقومي من هنا اقعد امسك الورقة والآلم وحل معايا ترتيبة الجملة اعراب تفصيلي وان شاء الله بإذن الله بعد الفاصل هنعربها سويا بإذن الله ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا وكنا قلنا لك قبل الفاصل اعراب معنا يا ترى اعراب يقول لها مستنيك الله يسامحك يا راجل انت وي تعال نعلم سوا زوجناك ها اولا زوجة من الافعال التي تنصف مفعوليني ليس اصلهم المبتدى والخبر مش انا قلتلك كل ما يدل على العطاء اه يبقى زوجة اعطاه زوجة يبقى زوج فعل مرض مبني على السكون لاتصال بين الفاعلين وناء العظمة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مبنى على السكون كا كا في الخطاب لان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ضمير متصل مبني في محل نصف مفاعل به اول ها تعود على امنا زينب ضمير متصل مبني في محل نصف مفاعل به ثاني يانهار بيات بقى لما الكاميرا تجيب لك كلمة يعني يا استاذ الفعل والفعل الفعل والفعل والمفاعل الاول والمفاعل والمفاعل التاني الكل في كلمة واحدة اه زوجناك ها في واحدة زيها في القرآن وهي اطول كلمة في القرآن فاسقيناكموه فاسقيناكموه نفس الكلام واسقى اعطى السوق يا برضو تنصوا مفاعلين ليس واصلوهم المبتدأ والخبر كده الافعال بتنصوا مفاعلين كده الحمد لله الاستاذ احمد خلص المفاعل بي لا لا انا ما خلصتش لسه وفي كلام تاني هو الصراحة في حاجة خارج المنهج في افعال تنصوا بتلات مفاعل اخبر الاستاذ محمدا عليا مسافرا تلات مفاعل علينا بقى اخبر وانبأ واعلم وكلام ده لا مش عندك عندك المفاعلين وشكرا قال لي طيب احنا طبعا دي الحاجات باي لما بنطلع بره المنج بقول انا بره المنج ودي حتة لثقافة ثقافة النح لاني اعلم ان من يشاهدون حلقات النح مش شرط طلبة السنة العامة احنا مرتبطين بمنج السنة العامة لكن ما بنعش نطلع حتة كده صغيرة طبعا يا سيد صلوا على النبي على السلام والسلام ايه رأيك تعالا نعمل المامة للمفعول به كبيرة شويتين بقى يعني ايه يا استاذ ما الدرس خلص خلاص اسمعني بس يا عام انت عد عليك المفعول به في كذا درس وهيعد في حاجات لسه جاية هنقولها لك تاني تعالا بقى بالراحة نشوف المفعول به بص يا استاذ اول حاجة عندي اقول لك ما يعرب مفعول به ايه بقى يا استاذ اللي بتعرب مفعول به اول حاجة اول ما يدخل عليك حد اللي بيت تقول ايه اهلا وسهلا ومرحبا اهلا وسهلا ومرحبا اهلا مفعول به لفعل محزوف تقديره حللت سهلا مفعول به لفعل محزوف تقديره نزلت مرحبا مفعول به لفعل محزوف تقديره صادفت احيانا من شيوع الكلمة احيانا من كتر ما الكلمة شاعت على الالسنة وباقي الدرجة انت بتنسى معناها كل الشعوب العربية عارفين الجملة دي اهلا وسهلا بس هو ايه مش بتخيل ان المعنى اللي انا بقوله ده هو كله بتخيل مرحبا يعني اهلا وسهلا اتفضل بس طب ايا اهلا كأنك بتقول للضف اللي جاي احنا اهلك نزلت عند اهلك يعني يعني اه براحتك مش سهلا مكان منبسط اهد يا عم بارتع سهلا ومرحبا مكان واسع اه يبقى سهلا ارض خضراء سهلة ومرحب مكان متسى قوي يسعي الحباب كلهم عشان كده حللت اهلا ونزلت سهلا وصادفت مرحبا يبقى اهلا وسهلا ومرحبا يبقى ده مفعول به لفعل محذوف لازم احفظ الفعل مش شرط طيب حيلوا دي يا استاذ تعال الرقم اتنين قال لي من الدروس اللي بتقرب مفعول به او من الحاجات اللي بتقرب مفعول به جملة القول جملة القول او الفعل قال ده بقى فعل جميل اوي قال اوي يقول بالجملة دي يا واحد تقول لي لا ما اخدناش لا يا استاذ الوحدة التالتة انما ان حرف ناسخ مكفوف مبنيه لا محل من العراب ملكافة حرف مبنيه لا محل من العراب انا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ بشر خبر مرفوها لما تفاية ضمة بص بقى اللي جادي بص اللي جادي بقى اقول لك ايه ها والجملة ها الاسمية في محل نصب مفعول به عفوا والجملة الاسمية في محل نصب مفعول به لمين يا استاذ للفعل قال ينهر بيد يا قال ده انت طلعت بتنصب ايه بتنصب مفعول ومفعول قال احد امرين اسمع بقى اسمع هتقول مثلا قال الاستاذ خيرا قال الاستاذ خيرا خيرا دي مفعول به للفعل قال طيب قال الاستاذ خيرا تصدق جات لنا اعرابة جميلة اوي احنا لو حطنا نقطتين غير لما ما نحط نقطتين دي روعة دي ها طب ايه الفرق تخليها سؤال الحلقة دي يعني قال الاستاذ خيرا من غير نقطتين بعد قال الاستاذ وقال الاستاذ نقطتين وهو الخيرا اعراب بقى دي حاجة روعة بقى خلاص طيب يبقى الفعل قال المفعول بتاعه ممكن يبقى كلمة ممكن يبقى جملة كاملة كلمة او جملة كاملة ادي حاجة تانية يبقى الفعل قال مفعول 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 ممكن يبقى جملة في محل النص مفعول به ايه كمان من اللي بتقري مفعول تعال على الصبورة تعال ها متقومش من قدام التلفزيون مش تعال اقوم من التلفزيون يا راجل بقى مش هنهزر بقى ها تعال على الصبورة صلى عن نبي عليه الصلاة والسلام يقول لي ايه الموضوع بقى رقم ثلاثة هناخد في الاستثنى وخدتها في أولى سنوي ما عدا ما خلا دي اختنا ماء المصدرية وعدى وخلا فعل ماضي واللي بعدهم دايما مفعول به اما قلت شرح الاستاذ الدروس ما عدا النصوص اعريب للنصوص بتقول لي مفعول به للفعل عدا دي سابتة اه مدام ما عدا ما خلا طب ماشا رقم اربعة من الحاجات اللي بتعرب مفعول به لو لقيت هائل غائب لو لقيت كاف الخطاب لو لقيت يائل متكلم هائل غائب كاف الخطاب يائل متكلم هي ومسنها وجمعها كل 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 يعني ما اقول ايه مثلا الولد ضرباه ابوه انت ضربك ابوك انا ضربني ابي عايز بقى تقول الولدان ضرباهما ضرباكما ضربانا ضرباهما ضرباهن ضرباكم ضرباكن ضربانا اللي كل دا ما اقول به ماشي ماشي يبل هأ ضمير متصل مبني في محل ناصمة gre preocup كاف الخطاب ضمير متصل مبني في محل مص ما بالب يا المتكلم ضمير متصل مبني في محل ناصمة فال ب اشمعنا يعني يا استاذ انت جيت عندي يا المتكلم وحطت لنا نون بص يا ابن اصلية ضاربة وحط يا المتكلم يا المتكلم حرفة اي القوي لو انا لزقته الاخر حرف اللي هو الفعل ما دي مبنى على الفتح هتلاقي ايه ضارة بي الفتح باز عشان كده علماء النحو قالوا حطوا يا المتكلم نون اسمها نون الوقاية تبقى ضرباني وهي النون دي بقى اللي تاخد وتنتصك كسرة ضرباني طب النون دي يا استاذ لا محلة لها من الاعراب ملاش اي لازمة خالص خلاص حلو يبقى نون الوقاية لا محلة لها من الاعراب انما اللي هي المفعول به ايه كمان مما يعرب مفعول به رقم خمسة خدت السنة اللي فاتت لما كنا بنقول مات اعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا بنقول ان النبي متعجب منه بيتعرب اعراب ثابت بيتعرب ايه بيتعرب مفعول به اه يبقى 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 المتعجب منه في صيغة ما افعله ماشي ايه كمان يا استاذنا رقم ستة خدت برضو السنة اللي فاتت اسلوب الاختصاص لما كنا بنقول نحن العربة نحب او طاننا كنا بندور على الضمير خلاص وبعدين تلاقي كلمة العرب اسمه عرب بقال او بالاضافة او ايه 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 وكان بيتعرب يا استاذ مفعول به لفعل محزوف وجوبا تقديره اخص طيب يعني هقول ايه هنا هقول المختص في اسلوب الاختصاص ده رقم كم رقم ستة برضو من الحاجات اللي بتعرب مفعول به احنا كده بنحاول بفضل اللونة متو نلملك المفعول به بصورة متكاملة ان شاء الله احنا نلم وانت تدقى اننا ده عوزار الغيب طيب ربنا احفظك بص يا استاذ رقم سبعة والاخيرة هاجا اقول ايه المغربي او المحزر منه المغربي او المحزر منه اللي اتنين بتعربوا مفعول به اما اجا اقول لي ساعتك واحد مثلا اه عايز اقول له يلتزم شيء جميل كده يعمله هقول له ايه المذاكرة المذاكرة ايها الشباب الخير الخير ايها الشباب طيب ده ايه انا بحسك على حاجة طيب واحد بيعدي الشارع ومش شايف العربية اقول له السيارة السيارة ايها الرجل قال لي ده اسمه بقى ايه ده اسمه تحزيل بحزاره خلاص وده اسمه اغراء بتغري انه يعمل حاجة اغراء بتغري انه يعمل حاجة انما التحزيل بتحزاره بقى قال لي طيب تعالى نعرب المغرم به اللي يا استاذ ما عليش انا اسف يعني هما لازم يجوا اتنين كده لا مش شرط ممكن اجيبهم معطوف المذاكرة والاجتهاد السيارة والدراجة البخارية يبقى ممكن الاتنين ممكن يجي معطوف ممكن يجي كلمة واحدة ودي اللي جات في 2013 اخر حاجة ممكن تيجي المذاكرة ايها الشباب السيارة ايها الرجل يبقى ممكن المغربي او المحذر منه يجي مكرر كلمتين ممكن يجي معطوف ممكن يجي كلمة واحدة مفردة طبعا بيزيد في التحزير اياك بيزيد في التحزير إياك خلاص طيب أما أجا أقول له حضرتك بقى تعالى نعربه هنالك كلمة المذاكرة مفعول به لفعل محزوف وجوبا هنا طبعا تقديره الزم مفعول به لفعل محزوف وجوبا برضو هنا تقديره إحذر طبعا الكلمة التانية توكيد لفظي الكلمة التانية توكيد لفظي خلاص طب لو كانت معطوفة بمعطوف لو كانت مفردة خلاص يبقى كلمة واحدة بس هيزيد في إياك هيزيد لنا من ضمن المفعيل الموجودة في إياك مثلا إياك الشر أيها الشاب إياك والشر إياك من الشر خلاص بس تعايت طبعا أتقول إياك الشر إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به أول لو كانت لازئين في بعض إياك الشر على طول وكاف الخطاب هنا لما حلم العراب والشر مفعول به ثاني إحنا كده بفضل الله بس طبعا في نقطة لأ سوان سوان قبل ما عديها دي طبعا إياك الشر أنا بحذرك إنك تعمل شر إنما لم أقول لك إياك نعبد وخاطب الله سبحانه وتعالى وقول لك اعرب لي يا ابني إياك نعبد أنا بقول للطالب إياك نعبد عايزين نعربها ها الله أكبر رسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما ليش مش قادر نفوت حتة بلغية بقى إحنا عندنا التفات عارفين الالتفات طبعا انتقال من ضمير لضمير والمتحدث عنه واحد عندنا التفات الحمد لله رب العالمين هو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين طبعا هو هو ضمير غائب وبعدنا إياك أنت يا رب سبحانه وتعالى يبقى إياك نعبد وإياك نستعين هنا لما تيجي تقول لي يوعد تقول بقى ده تحذير لا إياك ضمير منفصل مبني في محنص مفعول به مقدم على الفعل نعبد أصل الجملة نعبدك يا رب ونستعينك يا رب نعبدك وإيه ونستعينك من فضل الله ده كل ما يخص المفعول به يبقى أنا تناولت قبل الفصل وبعده إيه المفعول به قلت الفعلية لازم ينصب بيكتفي بالفعل بس ومش عايز له مفعول يأي مفعول متعدي ومتعدي براحتك بقى عايز مفعول عايز اتنين قلنا برا المنج عايز ثلاثة بس أسلنا متعدي المفعولين إلى قسمينين إما مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ظنوا إخوتها أعطوا إخوتها أفعال تدل على الملكية أو سلب الملكية ده كده بفضل الله المفعول به بكل أحواله يصر الله أحوالكم نراكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة و السلامة و السلامة ترجمة نانسي قنقر